قبل ما نشوفو شنو كنستفدو الناس اللي ناريين احنا كنعرفو الالوان النارية كنعرفو الحمار البرتقالي هادا ولكن كنعرفو ان الوان ماشي شجيعة الوان ماشي كل شي عنده جراء انه يلبسها اه فهنا شنو الشخص بشي عرف راسو فعلا اراه ناري غي القراسو كي قلتي كيمي غل هاد الالوان يعني اولا كنشي الولي انا ما ربما عرفتاش الفوشية مثلا الفوشية داخل فيهم نقدروا ما نفكروش في الفوشية البوغدو داخل فيهم جميع مشتقات لجون اورانجي الفرامبواز ماشي غي الحمار حمار قاعدو كلي ديقرادة مام داك الورانجي داخل علي الحمار لجون الورانج زوين راه داخل معهم وهاد الناس غي بروي تقدوم الشجرة لان الشجر يغدي النار يعني كيقدروا يلبسوا الوان هذا المارون الشي ديما الناقض يقدر مول الحمار يلبس الخضر يرتاح اه داك الكونت خاصت ديالو كيغدي لانك يعطي التوازن معه اكيد دويتي على الوان خراطة يقدروا ناس ما يفكروا شفا مثلا لغوز داخل في الالوان الترابية لغوز كوارتز اه البينك الحت ورود مهدنا الهكا الورود والازهار ديما داخلين لنا مع الالوان الترابية لانك هنا في الاحجار الكريمة وداخلها مع الالوان الترابية قلنا التوجه الاتجاهات مليك انا عارف الرقم الطاقي ديالي الى كنت اصلا مهتم بالفنك شوي والمبادئ ديال الفنك شوي بعد الدار كيغسكون اللوبان ديالي يعني البلاسة فين كالنعس تكون كيفاش كنقوله اللوبان هاداك لسكتور راح سبقينو هضرنا على الزوايا في البيت باللعنى تسع زوايا لكل زاوية كتنتمي الواحد العنصر مثلا انا لشو بغرفة النومي لك انت على ميت طال وجاتني في ان سكتور لي هو الواست اولا لونور ويسلي هم تاوما ميت طال غتكون يا سلام يعني الانسان كيرتح في النعسة ديالو كيف ضل غرفة ديالو في البلاسة السكتور لي كيكون من نفس العنصر ديالك انت كرقم طاقي ممتاز كيبقى منك تستقبل الطاقة بان وانت ناعس ما تستقبلش طاقة من قدامك وانت ناعس كتستقبل الطاقة منورك يعني بحال كتشارجه طاقيا وانت ناعس من الحيط لمورك يعني الاتجاه الحيط اللي كتسند عليه السند لاش كن اكدو تاني على الطيد دولي ولا السند مورانا يكون مزيان دوك هذا التوجه اللي يكون مورك ولي يغيديك وحنا جميع الاشخاص عندنا اربعات الاتجاهات مزيانة وعنا عربعة الاتجاهات مصلحة لنا عنا لップنسة بلس دينا يعني احسن القرارات وامحسن التفكير في واحد الاتجاه عندنا لكور بلوس الصحة دينا في واحد الاتجاه كتغدى اللي هو أحسن حاجة نعسو فيه وعندنا لسنتيمان ديونا كي تغدى في واحد الاتجاه وعنا واحد بوصل لليه الهارموني دينا يعني كل شي فيها زوين ملي كان يكونو فيها وعنا العكس عنا واحد الاتجاه كنسميه الاتوال نوع يعني ما يفيد نفتح حاجة أفضل نتجنبوه ما أمكن ولي ربما إلي قلسنا في مشيو غشي كافي وتصبنا في ديك البلاسة راحنا ما غنقلسوش وما غنقصوموش وغادي نتخرب قوم ما غنكونوش مرتاحين وكين الصحة نقصة عنا فيه يعني لن عسنات المادي ما غننوضو ديك كتنعسو كتنوض متحتح وفكرة ميغران وجنبك ركد عليك وانتالي أنك كتش حنسيل بيلي لكلو وعنا الاتجاد لامسة معي لش دينا شرطة في المسكين ومعرفناش وغيونتنا لجل بيرو ديالو في الامسة معه صعيب شيقة تركيس يغتو بينيس بالأطفال ولي في خدمة كتب قديمة هزدك شي ديالك وكتدور كتقلب على وحد لابونه وغشي تتتبع على وحد لابونه وها في ديالك لقيت لا يدام لقيت لأكيد لمنص راحنا فد البلاسة يعطي تبع فكرة نفر إلي فكر المخيار ديالك أو لا le Pelbox موان ديالك تاني كيف قلنا غاد مغاد كونش مزيان او للي سنتيمون موان بحال دبالة كوفوز ديالة اندام او لبلاثة اللي كان نقلسو فيها نرتاح و نترول اكسا و مرس هاش تكون فلا بانسي بلس حيث دي ما تخمام لسنتيمون بلس باش نخرج من طاقة ديالة لبانسي و ندخل طاقة ديالة سنتيمون و نحس بوحدة راحة و إلا غان بقى نفكر اش نخس ندير اش نخس ندير غدا و هاداك شي غي كيستخسيني ما كيفيدنيش لان في الوقت ديالة الراحة راه راحة ضنك هاد شي كله راه داخل في تطوير الدات صح انا عملي كان فهم هاد المنظومة و كان رتب هاد الامور و كان ولي في اللواعي ديالي انا بغيت نغدي لي سنتيمون مثلا بغيت نتفرج فيلم اولا بغيت نرتاح ولا بغيت ندي كونكتا كي كان قولو حنايا غامشي غانجلس لي سنتيمون ديالة و لي مازالين رفقة امال احمش على شدا يفهم و رفقتنا ايضا جاميلة و مهدي مرحبا دائما بتواصل التفاعل دي لكل مستمع مستمعات على سفر خمسة اتنين و عشرين ستا وتلاتين سفر خمسة ستا وتلاتين جميل اننا قلنا ربما مني كان عارفو حنا اشنو كتسهلعنا بزافة الحاجات ولكن احتفل هاد الالوان وش كتسهمت فالديكور يعني مثلا كان عارفو ناس كل واحد كي يمشي علاقة الجهة ديالو كي يمشي فعلا كي غامر ويقولك اللان هاد الالون بغيتو في هاد الالغرفة وهاد اللون بغيتو في هادا واشتالالوان ديال الغرف وديال ديكور ديالنا او للشكل دياله واشتا هي كتبين احنا اشنوش فعنا كتبشي مع الميلة ديال واشتاقيين او اجتمائيين او لناريين او لترابيين او لمعدان او غير اكيد سواء لزم في دائما صميم لان في الخاصة نمشي باش الناس تمشيت على الدير ديالها وغيرها من الامور. داك شي لاش مخصناش في يعني في تأتيت ديال الدار نمشو بزاف غيب المشاعر ديونا ودي ما كان قولها. خصنا تكون نوح القاعدة محتوطة. مزيلا. مثلا انا معدن. غانبقى نحط توسكي غري ديما القري المعدن داك شي سابغي. يقدرو الناس مساكل الخري اللي عايشين معايا في الدار نهدهم. صح. حيتي لكن شي واحد منهم عكس هداك العنصر. مثلا هو شجرة ومحتاج باش يكون عندو الافردور. يكونوا لي بلانت ديال بالصح. علش الفنك شوي توازن. اي دار. احنا بغض نظر على الناس اللي غادي عيطوا الخبير ويديروا الخبرة ويقدوا دارهم طاقيا. احنا هناك نعطونا صائح الايجابية جميلة. وقا نصحهم عموما حاولوا عفاكم توازن. توازن 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 في الدنيا كلها. ضاكم لي كان مشي العناصر الخمسة تكون عندي في اي بلاسة. اشتوالو عندي حجرة بيت ديالي. في شوية ديال التربة طبعي لدر الخام. اشتغي ذاك سوفا ولا شي حاجة صغيرة ورخامة. اراني عندي التربة في هذيك البلاسة. اوه. اوه. حسنين غا مشو التربة غا مشو اللي كيفاش نشرح لك الناس غايمشو اغلبية شي زرع شي حاجة بحالة دل الخبيل. لا بوت خيرا بوغسلين. والا ماشي بالضرورة هذيك مني كان مشي للزرع مشيت للشجرة. هاكيك. والا مي كان دي ان بلانت. اراني تكون عندي قتلاط. وتكون عندي كيف قلنا واحد الحاجة اللي هي معدن. ويكون عندي واحد الحاجة اللي هي مائية. قطيكم يا كفاش غنسك للحاجة اللي هي مائية. اوه. نقدر أن دير واحد الله قطل في واحد الحوت مو دراتني بتا حاجة. اوه. نقدر ندية البومبو في الماء اـ اه ن عندي الماء. نقدر نح thin اللي هي سنيزويد يعني كان غاب لالشكل ديال الهم. اناذا كوش شكل دياله شي حاجة في الزرق. وقحنا انا وفرت الماء اش كي بقاليا كي بقاليا المعدن يسهل باش نحطو غير جيلة ديالشي طبلا متال اه شيبول ديالو متال ديكوغاتي في موجود الخير دابا اه كي بقى العنصر اللي ما ذكرناش الناري 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 فاش غايتواجد تابوش في صعيف باش شميعات محطو غير ديبوشي انا ندر تغبال باللهنا جان فيت النار انها كينا عندي في ديك البلاسة اولا دوك اللي بوالو اغتيفيسيال صغير ورين اللي كان نشعلوهم بليتانول وكي عطونا كي عطونا الفير مغالينش موجودين دائما هاد الخمسة ديالشي يكونو عندي بوحد توازن ولو انا ما عارش لا اشنا والعنصر ديالي ماشي نغلي بغي ذاك شي اللي بغيت لاننا احنا اسرة صح وكل واحد فينا غادي يكون عندو واحد يميل شي حاجة وعندو رقم طاقي ديالو وحاجة اخرى الى ما كنش عار في كل سكتور في نجا وباش خصي نغديه نفضل انا دائما ندير التوازن على ما نعرف وعلا ما نكون ضابط مثلا بلاست الجنوب راني هي نارية يعني راني مركز على العنصر الناري فيها شكلا وعددا مي كان قول شكلا سيد المثلات مي كان قول عددا ولا لا بيغاميذ مي كان قول عددا للشيف خنف اي حاجة ندير منها تسعود او لم يوتيبل دو دخوا مي كان قول الالوان راه دا بذكرتيهم يعني جميع تدرجات اللون الاحمر والناقيد والشجر لانا يغديها التوازن قدر نزيد منه واحد اللمسة دائما حاولوا كل بلايسة يكون فيها شوية شوية من كل شي حالما تقدروا تضبطوا شي امور حسن هدا ناصحة عموما باشت واحد ما يغلب العنصر الميول ديالو تلقى الام الاسرة صح بلا ما تكونش راح الانانية او لا والناس الاخرى مساكن ما تغداش وتبقى كتدخل شي بيت وذلك اللون كي يتعبك كي يتعبك كي يتعبك هو كيف الرحمولة لاناو على حسب الذكر على حسب الرغبة ديالو ولكن ربما اشخاص خرين ما كي قدرش انهم يغلصوا في ذلك البلاصة يتعبهم غيمون يتعبهم يتكاف هذيك الغرفة اللي اللون ديالها كتاخد لي العنصر ديالو مية في المية الصباح ما يقدرش ينود بكترت العيو بكترت ما غينود مهدود نعم بزاف الناس ربما تكون كتسمعها ما لا تقول لا وكي تكلموا ربما على الديور اللي كي يكونوا كبار على الحاجة اللي تتكون راقية هذا احنا النصة احدية لنا الكل اللي متين تكلموا على اشياء بسيطة رتفل البلايس او الحاجة اللي هي صغيرة لانا نتكلموا على الاريحية ديال كل واحد في نفق البدار ديالو كيف ما بغت تكون كبيرة او لا صغيرة دارك او لا كاري او لا شي حاجة على الاقل تكون انت مرتاح منك الدخل من واحد المجهود واحد العمل يومي خاصك الدخل تكون مرتاح في قلب الدار ديالك اعطينا ديبا نصائح مازالك تمشي معي في نصائح السهلة البسيطة احد الوقت دركنا نصائح لكل المستمع اللي كي سمعوا لنا الان احنا كنعرفوا انها فترة ديال الوليدات فترة ديال الانتحانات فترة ديال زيادة التركيز اه فترة كذلك ديال الناس اللي بغت تبدأ مشاريع اللي بغت تبدأ هدي وخال الكورونا وخاضة كنعرفوا انا كين فترة حسابات بزاف ديال الحوجات يعني كين واحد تركيز اللي هو اكتر هنا انا نصائح منك امل كل امهات والآباء طاقة المكان يومي بانسانس اهه ولي داتكم عافاك ما ترغموهم شاردك القنت اللي انتشفتيه وحطيتي لي البيرو مقابل مع داك الحات في ديك البلايسة الى كان المنتوج دياله او المرضو دياله فهاديك البلاسة والوليد كيدور بكتابه ماشي الخاطره را عندو واحلو غيونتاسيون هي لابنسي بلوس ديالو كيقلب لها يلقى هافشي بلاسة مرتاح خليه يقرأ تم يا صالون يا البلاسة اللي يرتاح فيها تماء لابنسي بلوس ديالو خليو الحس ديالكم خدموه داك شي ديال مواتنا وجدواتنا داك الاحساس ما تقلبوش غي على اكتر تنظام النظام وتغلبو على الفطرة انا حيت هاد البلاسة خصها تكون هاكدا خصوا يقلس في هاد البلاسة لا خليو اكتشفوش يحويش بالاحساس ديالكم عطوروهم واضبطوا عليهم الموت ديال حياتكم يعني وسلوب الحيات كي كنقول وسلوب حيات ماشي غي قواعد خليوه الاحساس ديالكم هو اللوال يتبتكم ومن بعد تبعوه انتم بالديكور وبالإصلاح وبالتحسين وليس العكس والعكس اللي كيقع نعم دونك الوليدات ديالنا اه كين الوليدات اللي كي بغيوا فعلا يحفظو في اماكن اخرى من غير الغرف ديالهم ممكن اللي كتلقى انا كي خلي البروت دياله كيمشي واحد القند وكتلقاه جالس ولكن كيلقاه يعني نشوفو ربما المرضو الدراسة ديالهم إلا كان المرضو الدراسة ديالهم في داك المكان اللي احنا حطيناها لمقادلناها ليهم كان مزيان إذا هذيك فعلا هذيك والنقطة اللي كيقلب لها كان ربما مرضو دوما ما ماشي ودك نخليو الدري انا ويختروا للبنيتة فين بغي تحفظ هنالي الناس اللي ربما غي غي بغي يدخلو في مشاريع جديدة في حاجات اشنو الحاجات اشنو الرؤى اللي قدرو يدلوها نصب الاعين ديالهم عنا واحد السكتور اللي خصي عارفو اللي هو الوست الوست هو اللي كي دعملنا لي بروجي هذك السكتور كي خصان عارفو في الدار في مجا ما نرقل ديجا الوست بلا بوصل تم خصيح طو بحال ديالي تخلى ريوسهم لبلان ذاك الخدمة اللي كان ديرو عذك المشروع يوميا أو لذاك الفانسماو اللي كان ديرو في ذاك المشروع خصى تكون في هذيك الزاوية لأنك تغديها وكانو اللي أنا دخل في ذاك الطاقة ديالتحقيق المشروع ما كيبقاش غير مشروع فراسي غي بقديم فراسي يعني كاندخل في تنفيذ هذي وبلاصة الكاريار البلاسة الكاريار هي لنور اللي هي الشمال حتى هي كي خصي ندير علامات لذاك المشروع عندي في هذيك البلاسة ونقلس من يبغي نشتغل على هذا المشروع نقلس في هذه البلاصة في النور ديال داري أنا بقى عقلة كانت قلت لي أن لطابلو يعني بحل مثلا الناس اللي بغين الناس اللي بغين يصافروا أو شي أماكن معينة كيحطوا طابلو على ذاك المكان في ذاك البلاصة هذه بحل كيقول لي كيذكرهم مرة على مرة كيذكرهم ليهي النور واس ليهي بلاصة السند و بلاصة السفر زاوية السفر كان حتفالي باش كان بقى دائما تاني كان نجر السفر عندي وكان تكون عندي طاقة السفر ما كان بقاش بلاصتي نعم إذا نجي نعطيونا سائح كذلك لأمهات بما أن نشاء الله نحن على مقربة مشهر رمضان الله يدخل عليك الصحة والسلامة وكل مستمعين ومستمعات كان عرفوا أنك إن واحد الجهد واحد طاقة واحد كان بغونت على المسلوكات جديدة كان بغونت على الممزف ديالحاجات أمور لي كثير وكيكون تدرك على النساء هنا يا النساء نصيبهم من الطاقة ديما كيف قلت قلبها مني تكون المرة كتشتغل في الدار أو لا تحاول دائما تمشي في الألوان اللي كترتح فيها الدهب ديالكم حاولوا تديروه انتوا ما في الدار فاش تكون الطاقة ديالكم نازلة بزف لديك شي لي عندك ديال الدهب مش يبقى مخزن لأن الدهب اللي كان ديروه هو أحسن معدن كيشح النص بحلال عظيم نعم نساء مزيد وشوف الأمهات ديال نوع جدد كانو كيدرو الدهب ديال ألوان ما تبقىوش لكتلبسولون واحد لبسين الألوان الزاهية بدلي ألوانك في الدار لبسك فيتناتك ديري الدهب ديالك وعود جمعيه ومن يتحسي براسك معنوياتك هابطو الطاقة ما عندك شجب ديقى اللي عندك زوينة أستعمليها أستغليها رغي شحنك هاد شي أكيد بالإيجابية يعني صراحة المغالة أولى النفسية فعلا كقدروحنا بنفسنا نطلعوها يعني هناك نشاطرك الرأي وأكيد حتى خبراء في المظهر كي شاكتروحك الرأي اللي أنا فعلا سيتكلمو أن الناس اللي مثلا كيبقوا غير بالبيجاما ديالهم مثلا من هي البيجاما حدها بيت النعس يعني كي الناس اللي كيبقوا بيها من نهار كامل على الأقن غيروا المود تخرج منها لكل من بيت النعس ديالك بدليل بسي شي حاجة مشي الحاجة اللي ما بقناش تلبسونه هم اللي غانديروا في قلب الدار